بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشفت شبكة الجزيرة القطرية عن خلاف نشبة بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية قبل اللقاء الذي جمعهما بالرئيس رجب طيب أردغان في العاصمة التركية أنقرة والأربعاء استقبل الرئيس أردغان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أنقرة حيث عقد أردغان لقاء ثلاثيا مغلقا مع عباس هنية في المجمع الرئاسي التركي كان من المقرر أن يزور رئيس الكيان الصهيوني نيتنياهو تركيا هذا الأسبوع لكن الزيارة أجلت لاحقا بعدما خضع لعملية جراحية نهاية الأسبوع الماضي فيما يشهد الكيان الصهيوني احتجاجات على خلفية إصلاحات قضائية مثيرة للجدل وتعاهد أردغان خلال لقاء منفصل مع الرئيس الفلسطيني عباس بمواصلة دعم القضية الفلسطينية وقال الرئيس التركي أنه لا يمكن لبلاده قبول الممارسات الصهيونية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى مشددا على أن الطريق الوحيد للسلام العادل والدائم في المنطقة يمر عبر الدفاع عن رؤية حل الدولتين وأكد أن وحدة الفلسطينيين وتوافقهم أحد العناصر الأساسية في هذه المرحلة وقال إنه أعرب مجددا لنظيره الفلسطيني عن استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم في هذا الصدد وفي سياق متصل اتفق الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وكشفت مصادر للجزيرة أن عباس طرح على هنية خلال لقائهما رؤية سياسية ستعرض خلال مؤتمر القاهرة قائلا إن خطته تستند إلى الشرعية الدولية وأن على الجميع الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية وأضافت المصادر أن عباس شدد على التزامه بما أسماه خيار المقاومة السلمية وأن لا سلاح غير سلاح السلطة كما رفض طلب هنية بالإفراج العاجل عن المعتقلين وربطه بنجاح الحوار في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة في المقابل أكد هنية لعباس أن حماس تستهدف قوات الاحتلال في الضفة الغربية وأنها غير معنية بمهاجمة السلطة أو اسقطها وشدد هنية على أن حماس تتبنى خيار مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله وترفض القبول باتفاق فلسطيني فلسطيني قائم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسن بدران أن اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا لاستكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية للتحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين وأضاف بدران أن حماس أكدت أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية وفي عشر يوليو تموز الجاري وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة إلى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لأخذ اجتماع طارئ لبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية صهيونية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جينين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا ودمار طال نحو 80% من المباني والبنى التحتية في المخيم وقال أضوه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد إن الدعوات التي وجهها الرئيس عباس لحضور اللقاء الذي سيُنقد في القاهرة في 30 يوليو سلمت لكافة الفصائل دون استثناء وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر ويسود أراضي السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة انقسام سياسي منذ يونيو حزيران 2007 بسبب الخلافات الحادة بين حركتي فتح وحماس في حين لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائهم في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر